يا أمساء الخير وأهلا وسهلا بكل الأهلوية نبدأ مع حضراتكم حلقة جديدة السادسة تحياتي لحضراتكم مصر كلها في الانتظار الناس كلها مستنية الظهور الأول منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش والحقيقة يمكن الظروف صعبة لكن خلينا يبقى متفقين بداية ما تستناش كتير يعني ما تتوقعوش أنه يبقى فيه النقلة النوعية يبقى فيه الطفرة ما فيش مدرب في الدنيا مع كامل التأدير والاحترام طبعا لإسم كارلوس كيروش احنا تكلمنا على السيفي بتاعت الراجل وقلنا أنه الحقيقة عنده مشوار محترم جدا سواء مع الاندية أو مع المنتخبات لكن ما فيش مدرب في الدنيا يعني لو جبت النهاردة بيب جوارديولا لو جبت النهاردة يوريجن كلوب ومسكته منتخب مصر ما تتوقعش أنه هتشوف منتخب جديد في النهاية ممكن يبقى فيه بصمة خفيفة ممكن يبقى فيه شكل معين لكن ما هيش الطفرة المهولة وخلينا نبقى متفقين نتكلم بمنتخب الصراحة يعني الفرقة اللعيبة قبل الجهاز الفني ليهم دور طبعا ليهم دور لكن أقصد أقول الجيل ده من اللعيبة خصوصا أن فيه منهم كتير ممكن ما يبقاش عنده فرصة أن نلعب كاس العالم تاني مفيش فريق مفيش لعيب عايز يوصل كاس العالم يبقى الأم من مباراة للمباراة ليبيا آه ليها مشاكلها وليها حساباتها ومجموعة تعقدت الحسابات بتاعتها بسبب نحن مش بسبب حد تاني لكن في النهاية اللي عايز يروح كاس العالم اللي عايز يلعب مع الكبار اللي عايز يلعب مع البرازيل والأرجنتين والألمانيا والإيطاليا وأسبانيا وفرنسا وبلجيكا والناس اللي في حتة تانية دي بالتأكيد لابد أنه مش بس يتخطى ليبيا لكن الحقيقة كمان يتصدر مجموعته بمنتهى السهولة ويروح بها للقاء الكبار لأنه ها دي تصفيات الحقيقة تصفيات اللي احنا يعني نتكلم عليها دلوقتي هي مش محك الحقيقة ومش مقياس مفترض طبيعي جدا أنك أنت تتصدر فيها المجموعة لكن بعدك تروح للصعب عشان إن شاء الله تروح للأصعب في كاس العالم كل التوفيق لمنتخب مصر النهاردة اكتملت القائمة وهنتكلم مع حضراتكم منتابع طبعا الساعات منتخب مصر اللي بالمناسبة منتظر أنه كارلوس كيروش يحط تشكيلته النهاردة وهنروح طبعا نتابع فرقتنا هتتابع فريق الأول للنادي الأهلي ونتعرف على آخر أخباره بمناسبة كلامنا عن منتخب مصر من وجهة نظركم عايزة أسمع رأيي الناس كده الخبرة ولا الشباب والحيوية في مراكز كده في منتخب مصر يمكن ما تحسمتش وهيحسمها كارلوس كيروش النهاردة لكن نسمع رأيي جمهور نادي الأهلي تحديدا كمان من وجهة نظرك الجبهة اليمنى مين الأصلح لقيادتها في مواجهة ليبيا واخدوا بالحضراتكم أنه الجبهة الشمال في ليبيا جبهة محترمة جدا طيب ده سؤالنا وهنسمع طبعا إجابات حضراتكم على صفحتنا على السوشال ميديا على الفيسبوك وعلى تويتر وإنستجرام بس خلينا نبدأ الحلقة ونروح لزميلنا كريم أحمد نتعرف منه على أخبار تمرينة النادي الأهلي النهاردة في طبعا إطار السعدادات والبداية المشوار واللي هتكون انطلاقا إن شاء الله قدام الحرس الوطني بطل النايجر بساء الخير كريم مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد برحب بيك في البداية وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي أهلا بك تطمننا على التمرينة بتاعت النهاردة ويمكن في بعض الأخبار الجديدة أهمها طبعا إنه فرسيتاو النهاردة سمعت إنه شارك في التمرينة بشكل كامل بالتأكيد طبعا يعني السعدادة مكثفة لفريق النادي الأهلي الحقيقة وجدية كبيرة جدا للانطلاقة اللي بنأملها إن شاء الله بنتمنى تكون من نصيب النادي الأهلي وهي مبارات الحرس الوطني النادي الأهلي الحقيقة مستمر في تدريباته الرابعة والنصف عصرا بيسبقها طبعا كالعادة محاضرات بسيطة لا تستغرقش وقت كبير من بيسو موسماني لكن كلها طبعا أمور رخاصة بالمرحلة القادمة الرجل بيتابع بشكل كبير جدا كل الهاي لايس الخاص به فريق الحرس الوطني ويمكن كمان الأخبار اللي أكدنا عليها وهو معادل السفر يمكن زميلة أحمد معادل السفر يكون يوم 14 يمكن قلت هذا الأمر لأن في صعوبة بلغة جدا في التنسيق في ملاعب هناك طبعا في النايجر أن أنت يكون عندك يوم 2 و 3 تقدر أن أنت تضرب عليه هناك ده أمر في صعوبة كبيرة جدا فبناعنا طبعا على تصريحات الكابتن سايل عبدالحفيز تم تحديد الموعد يوم 14 رادي الآلة تضرب تدريبة وحيدة هنا وهو تدريبة وحيدة في النايجر لا يوجد مباراة ودية زميلة أحمد طبعا خلال المرحلة القادمة وده أيضا كمان تأكيد من الجهاز الفني لأن العدد قليل احنا عندنا عدد كبير من العيب النشاقين طبعا أكيد وكنا نتمنى فيه مباراة ودية لأن احنا كمان واضح الجهاز الفني زميلة أحمد مركز على كل الوافدين الجدد الانسجام مهم جدا والحقيقة بليهم دور كبير قط اللبس لها دور كبير العيبة الكبار لها دور كبير جدا لأي هي دي المرحلة اللي تقدر العيبة الوافدين الجدد يتأقلموا على المرحلة وتأقلموا على فكر بيتسو مسماني وده للحقيقة بنشوفه في التدريب التدريب النهاردة يمكن كالعادة فقرات بدنية بسيطة لكن كل تدريب بكرة مفيش تاكتك على قد ما هي تنمية مهارات تركيز بشكل كبير جدا ممكن رجل أمس كان فيه تصويب على المرمى وكروسات النهاردة رجل بيغير التدريب بيعمل أجوان بسيطة جدا وصغيرة جدا إزاي تقدر تقلق مع أن أقل لمسة تحرز هدف أمور عديدة جدا وتختتم طبعا التدريبات بتقسيمة أخيرة بيكون فيها حماس كبير جدا لكل الحقيقة بيتقلق بها والحقيقة مسماني وكل الجهاز الفني أي لعيب يطالك بيشيده بيه ويحييه ولعيبة بتحييه لأن المرحلة دي محتاجة تركيز كبير جدا إحنا داخلين على موسم قوي جدا في كل البطولات فهي دي المرحلة وهي دي الانطلاق إن شاء الله اللي بيتمنيها الأمور طيبة جدا بيرستة والحقيقة بيشارك في تدريب الأمس الكامل بيشارك النهاردة في تدريب بالكامل أمور طيبة جدا بيشايفينها الفترة اللي جاية لأن الوافدين الجدد دي الحنا نعتمد لهم بشكل كبير مع كل النجوم اللي معنا الحمد لله الأمور طيبة جدا التحضير جاية جدا بناء بل التدريبات تكون مستمرة بهذا الجددية الكبيرة اللي بنشوفها مع العيب النادي الأهلي انت عارف يا زميل أحمد نهاردة كان 4.5 لكن غدا هيتم تعديل موعد التدريب ليكون 11 صباحا الرجل بيحاول يكون فيه اختلاف شوية بين التدريبات وموعدها لأن انت عارف نقص الأكسوزين هيكون كبير جدا فيه فالرجل بيحاول يكون فيه تدريب صباحا تدريب مسائي فيارب ان شاء الله البرنامج الموضوع من الجهاز الفني يؤتي بثماره بشكل كبير جدا العيبة تستوعب كل الجمل التكتيكية وكل التعليمات اللي بيقولها بيتسو موسماني وان شاء الله كون انطلاقتنا طائبة جدا بإذن الله في مباراة المناسبة كريم خليني أسألك على فكرة استعاب اللاعبين لفكر المسلماني والجمل التكتيكية اللي بيحاول يشتغل عليها معهم لأي درجة شايف الصفقات الجديدة انسجمت مع الفريق يعني حفظت أو هدمت طريقة اللاعب قربت أكتر من فكر مستر موسماني في الفترة البسيطة اللي فاتت يعني اهتمام بيتسو موسماني بالجلسات الفردية قبل التكتيب مع كل الوفدين الجدد ده أمر مهم جدا الراجل بيتكلم نظري وبيبدأ في العمل يطبق هذا الأمر على طبعا المستطيل الأخضر داخل ملعب مختار التيتش الحقيقة الراجل مركز على كل اللاعبين الجدد لكن اللاعبين الجدد للتحديد أو الوفدين الجدد على فريق النادي الأهلي التدريب طبعا بيبقى ليه أمور خاصة شوية قط اللبس كمان وده دورها كبير جدا اللاعب الكبار ان هم يقدروا يحتوي كل اللاعب يقدروا ان هم يحفظوهم ويعرفوهم قيمة النادي الأهلي بتسهل على بيتسو موسماني أمور كثيرة جدا زميل الأحبال انت عارف طبعا لعبين الخبرة في النادي الأهلي كثيرين جدا ودورهم بيكون كبير فيه فكر بيتسو موسماني الراجل بيحاول يوصل فكر الراجل بيحاول يتكلم معهم بشكل فردي كبير جدا والحقيقة بنشوفه فيه قلة تدريبات بنشوف التقلق وبنشوف الحماس كل واحد عايز يبقى ليه دوره وكل واحد عايز يتادي تشيرت النادي الأهلي ويمثله في بطولة الدورة وفي بطولة الأفريقية فالأمور دي احنا متطمنين الحقيقة وفيه رسالة طماؤنية انا كده بنشوفها الفترة دي انا بأكد على رغم قلة العدد لكن اللعيبة المتواجدة الراجل مركز على كل اللعيبة لكن الخماسي أو الرباعي المتواجد طبعا سواء حسام عمار أحمد عبدالله كل اللعيبة المتواجدة دي تركزهم كبير جدا مع بيتسو موسماني بنتمنى المرحلة دي تنتهي جزء بسيط يكون وصل للعيبة الجزء الأكبر كمان بقى ييجي بالمباريات وييجي بالمشاركة وعندنا الحقيقة يعني أمل كبير جدا إن شاء الله هذا الموسم باللعيبة المتواجدة معنا نحن عندنا أحسن لعيبة في مصر ينقصنا التوفيق بس التوفيق لو معنا زميل أحمد في كل المباريات هنقدر نحقق ونقدر نعمل نتيجة ونقدر إلينا شكل فيارب إن شاء الله بإذن الله كل النجوم اللي موجودة مع فريق النادي الأهلي دي تكون انطلاقها جيدة جدا يكون موسم خير علينا وعلى كل جمهور النادي الأهلي ونستطيع أن نحقق مزيد من البطولات لتزايع اندولات بطولات النادي الأهلي نتمنى بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد من ملعب مختلفة تشفية النادي الأهلي شكرا على وجودك معنا ودي كانت أخبار تمرينة الفريق النهاردة خليني أقول لحضراتكم كمان إنه السكواد دي إن شاء الله بإذن الله يعني تبشر بموسم ناجح يعني إن شاء الله بإذن الله عندنا لأول مرة وقت أو يعني فترة يشتغل فيها ميس المسلماني مع الفريق عندنا عدد من الصفقات المحترمة جدا اللي أبرمتها دارة النادي الأهلي سواء المصريين اللي انضموا للنادي كانين فؤاد لعب أكتر من رائع حسام حسن مهاجم مميز فرسيتاو وميكي سوني بالتأكيد هيكون لهم دور كبير جدا إن شاء الله بإذن الله مع النادي الأهلي السنادي وحتى المعارين سواء كان فخري عربي بدر أحمد عبدالقادر طبعا وعمار حمدي إن شاء الله بإذن الله يكون دعم جيد جدا لصفوف النادي الأهلي وإن شاء الله موسم أكتر من رائع يعني أنا متعقع صحيح النجاحات اللي حققناها في الموسمين الأخيرين نجاحات يعني محترمة جدا جدا الحقيقة على مستوى الأرقام والبطولات لكن أنا مستبشر جدا الحقيقة بالموسم اللي جاي إن شاء الله يكون موسم أكتر من رائع أفضل من الموسمين الأخيرين طيب نتابع مع حضراتكم أخبارنا وندخل فيه التفاصيل كنت بتكلم على منتخب مصر النهاردة والي أول مرة منذ تول كارلوس كيروش منصبه كمدير فني بتكتمل صفوف المنتخب الوطني النهاردة وصل طبعا النجم المصري المتقلق واللي بنتمنى الحقيقة أنه يستغل تقلقه في الفترة الأخيرة والمستوى العالي اللي بيقدمه مع ليفر بول أنه ينعكس بشكل كبير جدا على منتخب مصر محمد صلاح وصل النهاردة ونضم بالفعل للمعسكر عشان يستعد مع الفريق طبعا للمطشين بتوعليبيا المطشين هتلاعبه 8 و11 في تصفيات إفريقيا اللي بتأهل كاس العالم 2022 طبعا كده اكتملت الصفوف بشكل كامل المحترفين اللي طلبهم مستر كيروش وصلوا بالكامل النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هيحسن التشكيلة النهائية اللي هتلعب المباراة وإن كانت يعني خلينا أقولكم كده من مصادرنا أنه أغلب الظن هيكون شناوي في حرص المرمى قدامه حجازي والوينش بعد مفضلة بين أيمن أشرف وفتوح الأقرب للمشاركة كباك شمال هيكون فتوح وفي اليمين يمكن ده واحد من المراكز التي لم تحسب حتى اللحظة عشان كده يمكن احنا سألنا حضراتكم حتى سؤال حلقتنا النهاردة مين الأفضل أنه يشغل الجبهة اليومنا في مطشب تعليبيا المفضلة بين أكرم توفيق وبين أحمد فتحي أحمد فتحي طبعا يمكن احنا طبعا عارفين أحمد فتحي واحد من أفضل اللعيبة اللي شغلت المركز ده على مدار السنين طويلة جدا لكن طبعا في عوامل كتير جدا منها السن منها الفورمة ويمكن أحمد مش مش فحالته قوي تدرشي لحد أحمد فتحي اللي كان موجود مع المتخب من 3-4 سنين لكن في النهاية عنده خبرة طويلة جدا طبعا وخبرة ليها دور في مطشاط من النوع ده ولا أكرم توفيق الحقيقة بيقدم مستوى أكتر من رواع في النص غالبا هيكون السلية والننة قدامهم عبد الله على يمينه محمد صلاح وعلى شماله كانت المفاضلة بين زيزه وبين رمضان صبحي ولكن رمضان صبحي أقرب أنه هو يكون الجناح الشمال وهيكون مصطفى محمد هو المهاجم دي بنسبة 99% وتسعة من عشر تقريبا هتكون تشكيلة منتخب مصر في المطش بتاع ليبيا ولكن في النهاية زي ما قلت لحلالكم النهاردة هيكون فيه طبعا هيتم يعني استقرار على التشكيلة اللي هتخد المباراة طبعا تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه كارلوس كيروش كنت متظر طبيعي جدا يعني حتى مش بس الجمهور حتى الزملاء في الإعلام لما بيكون فيه مؤتمر صحفي طبيعي جدا أنه يتجاوب على الأسئلة اللي بتشغل الرأي العام وخصوصا لو الأسئلة دي مصار وصارت حالة جدل يعني ولكن في النهاية كارلوس كيروش تكلم في العموم وفي المطلق وهم ما جاوبش على الأسئلة اللي دائرة على الساحة منها وما يتعلق باختيارات وانضمام أسماء استبعاد أسماء راجل ما تطرقشل ده على كل أحوال هنشوفه ونتمنى أنه يقدم أوراق اعتماده للجمهور المصري ويطمنهم على منتخبهم في مواجهة ليبيا المباراة الأولى اللي هيقود فيها كارلوس كيروش مسؤوليته كمدير فني للمنتخب الوطن طيب من المنتخب نروح مع صلاح طبعا خليني أقول لحضراتكم إحنا يعني صلاح في الفترة الأخيرة أقدم مستويات أكتر من رائعة ويمكن زي ما حضراتكم عارفين طبعا وطابعته حتى يمكن ردود الأفعال الكبيرة جدا على مستوى اللي وصل له وخصوصا بعد مباراة منشستر سيتي الأخيرة طبعا الفترة اللي جاية الكل مركز مع تجديد صلاح من عدمه مع ليفر بول والسيناريو الأقرب أنه يكون موجود مع ليفر بول بعد ما تنفت فكرة مطالبات محمد صلاح المادية الكبيرة جدا اللي كانت بعض وسائل العالم تتكلم فيها ناس كتير كتيرين كتيرين طالب نصف مليون سترليني كراتب وده رقم طبعا مش بس بيتخطى سقف الأجور في ليفر بول ده بيتخطى سقف الأجور في كل البريمير ليج نحن نتكلم على دي براينا تقريبا نتكلم على 360 أو 370 ألف سترليني أعلى لاعب في ليفر بول حاليا هو فان دايك عقده بيأخذ 235 ألف جنيه سترليني وورا منه على طول في الترتيب محمد صلاح براتب حوالي 200 ألف سترليني لكن في أغلب الظن أنه يعني فيه نقطة أو حل وسط يكاد يكون هو اللي هيحسم بشكل كبير جدا تجديد صلاح مع ليفر بول والرقم بيتراوح ما بين 300 ألف السترليني اللي عرضوا ليفر بول و380 ألف الرقم الحقيقي اللي كان طلبه محمد صلاح للتجديد هو شايف نفسه ويستحق الحقيقة هو شايف نفسه واحد من أفضل أنا مش أقول أفضل عشان ما نبقاش متحيزين لكن بالتأكيد ما حدش يختلف على أنه صلاح تقدر تحطه النهاردة جنب كريستيانو رونالدو تقدر تحطه النهاردة جنب كيفين دي براينا تقدر تحطه جنب أي لعب في الدورة الإنجليزية في موضع مقارنة وهو لها وبالتالي هو من حقه أن يكون واحد من أعلى اللاعبين أجراً في الدورة الإنجليزية مالوش علاقة بقى القصة بسقف الراتب في ليفر بول لكن إذا تمت الموافقة على طلب صلاح هيكون عقد يستمر إن شاء الله لعشرين خمسة وعشرين وبالتالي صلاح هيكمل مشواره وبالكامل أعتقد في الفترة دي صعب قوي إنه فريق يقدر يشتري محمد صلاح لو جدت طبعاً أعقده مع ليفر بول وصعب جداً إنه محمد صلاح بعد المشوار ده لو وصل إحنا بتكلم سنه يوصل تقريباً أربعة وثلاثين سنة فبالتالي هيبقى صعب جداً نشوف انتقال لي في الفترة دي لأي نادي تاني إلا لو كان عنده رغبة طبعاً إنه يرجع بقى يفنش في مصر لدي قصة تاني طيب نروح طبعاً إحنا تابعنا مع حضراتكم الأخبار بتاعة منتخب مصر هنروح مع حضراتكم عندنا مطشين خلييني الأول يعني قبل ما أتكلم على هولندا أنا عايز أتكلم الحقيقة على مطشين من العرى تقيل يعني برى لسياق شوية طلعك شوية من أفريقيا وطلعك شوية من تصفيات كاس العالم أنا أخذكم مع دولي الأمم الأوروبية النهاردة بكرة وبعد وتحديداً بكرة في لقائن سحاب بكرة وبعد بكرة في لقائن تقدر تقول كده اللقائن يليقوا بأنهم يكونوا نهائي كاس عالم أولهم هو أسبانيا وإيطاليا وطبعاً حضراتكم عارفين أنه من فترة مش بعيدة أوي الاتنين اتقابلوا في قبل نهائي يورو 2020 وإيطاليا طلعت أسبانيا بركلات الجزاء الترجحية بكرة هيلعبوا في دولي للأمم الأوروبية ومباراة بيصفها كتير من طبعاً هيلعبوا في نص النهائي مباراة كتير بيصفوها الحقيقة أنها لقاء ثائري وبالتأكيد هو لقاء ثائري يعني أسبانيا الفريق الواحد من أكتر الفرق أعتقد النهاردة قوة على مستوى العالم دايماً بطل مرشح عنده رغبة طبعاً في أنه ياخد بطاره من إيطاليا اللي بالتأكيد عايزة تأكد جدارتها وتقول أنا ما كسبتش اليورو 2020 بضربة حظ لأنا منتخب قوي ومرشح كمان مش بس أن أنا أفوز على أسبانيا لكن كمان أنا مرشح لتحقيق لقب دولي للأمم الأوروبية تحت قيادة منسيني وبحققة السنائية ده بكرة بعد بكرة تخش برضو في ضرب نار بتكلم على منتخبين لما تحسب يعني تمن وقيمة النجوم اللي بيلعبوا فيهم بتكلم على تقريباً مليار دولار موجود على الأرض أكتر من مليار دولار في خمس ستة أسماء بس بكلمكم على منتخب بلجيكا ومنتخب فرنسا والإتنين عندهم كمية نجوم يعني يحدث ولا حرج وبالتالي هتكون بالتأكيد طبعاً مواجهة تمشي فرانكوفونية تمشي فرانكوفونية اللي لا مواجهة فرانكوفونية تليق إنها برضو تكون نهيئة بطولة زي بطولة كاسع طيب هكلم حضراتكم النهاردة في الساديسة عن موضوع في منتهى الأهمية واللي يشوف الفترة اللي عشناها مع قصة كريستيانو الصراع اللي بين كريستيانو وليانا الميسي واللي استمر يمكن لأكتر من 12-13 سنة ويشوف إنه في الـ 12-13 سنة دي آه ظهرت لعيبة بالتأكيد كويسة جدا زي صلاح زي دي بروينا لكن ما شوف ناشي المواهب اللي معرض التقيل يعني 12-13 سنة ما ظهرتش فلتة ما ظهرتش نبغة ما ظهرتش موهبة خبت تلي كان الحديث مهم وطبعا بنتكلم على أسعار فلكية تلك النهاردة بتتكلم على عرض تقدم ل كيليا نمبابي نجم بي أش جي من ريال مدريد وصل تقريبا بتتكلم على عروض بتنهال على إيرلينغ هولند مهاجم بروسيا دورتموند 130 و140 مليون هاري كين 130 و140 مليون ومع كامل احترام يعني هم لعيبة كويسة جدا بس في النهاية ما همش النوابغ ما همش مارادونا ولا زيدان ولا لويس فيجو ولا كانتونا ولا إيري كانتونا ولا رونالدينيو ولا حاجة من الحاجات الفكهة الكرة اللي تحب أنك أنت تتفرج عليهم وتستمتع بيهم فين دور الأكاديميات وليه صناعة النجوم بقت متعسرة الموضوع طبعا برا بيزنس وعلم وده اللي هنتكلم فيه في السكايب النهاردة يكون معنا يوب لينسن ده حد الحقيقة كان تولى مسؤولية عدد كبير جدا من الأكاديميات الدولية منها الأكاديميات الدولية الهولندية منها الأكاديمية الخاصة بنادي لاتسيو في هولندا هنتكلم معه أكتر فيه التفاصيل ونعرف منه إزاي الناس دي بتشتغل وإزاي بيحاولوا يكتشفوا هو كمان كان لفترة طويلة جدا من حياته يشتغل كشاف مهمته أنه يطلع المواهب ويكتشفها ويشتغل عليها في الأكاديميات اللي تولى مسؤولياتها هنعرف تفاصيل أكتر فيه السادسة بس بعد الفاصل طيب عايزين نبص مع حضراتكم على كرة القدم مش كرياضة يعني حط الرياضة شوية على جنب وهي الرياضة الأهم والأكتر متعة أقول زي ما أنت عايز أقول لكن في النهاية كرة القدم أصبحت يمكن واحدة من أهم الصناعات ومجالات الاستثمار والاقتصاد لبعض الدول قام عليها بشكل رئيسي في السنوات الأخيرة ويكفي زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم على أرقام فلكية بقت بتدفع في نجوم نبص لتكلفة صفقة واحدة مثلا بيبرمها نادي زي منشستر سيتي أو برشلونة أو ليفربول أو واحد من الأندية الكبيرة دي عشان تعرف قد إيه الموهبة بقت ليها تمن غالي جدا عشان كده الكلام على فكرة أكاديميات كرة القدم وإحنا يمكن هنا في مصر في السنين الأخيرة دي ظهر عندنا أكاديميات الأندية يعني بدون ما أقول أسماءها لكن كل أكبر أهم الأندية في المستوى العالم هتلاقي لها أكاديميات في مصر هنا بتحمل اسمها لكن هل ليها مرضود إزاي الأكاديميات دي تشتغل على مستوى العالم وإيه دورها في اكتشاف الموهبة وإنها تشتغل على الموهبة دي عشان تقدمها بنتكلم على استثمارات ضخمة جدا وبنتكلم على مرضود بالتالي مهم جدا هيكون معنا النهاردة واحد من مديرين الأكاديميات الخاصة بنادي لاتسو الإيطالي طبعا أكاديميات لاتسو في هولندا تحديدا نيوب لينسن هو نيلسن هو وضفنا دلوقتي في السادسة بداية بذكرك معنا على وجودك في السادسة وخليني أبدأ كلامي معاك بدور أكاديميات نادي لاتسو في هولندا ودورها في اكتشاف المواهب وتنمية مهاراته نعم هل هذا المسؤولة أستطيع أن أعطيها نعم 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 صوت الصوت واضح طيب السؤال طبعا أنت كنت صاحب مشوار طويل كمدير الأكاديميات الكورت القدم الهولندية عاد فترة في فنرباشا التركي وحاليا طبعا يمكن لمدة 11 سنة تقريبا بتتولى مسؤولات كمدير طبعا الأكاديميات نادي لاتسو الإيطالي في هولندا طوال مشوارك تقييمك وجهة ناظرك لدور الأكاديميات دي بداية في اكتشاف المواهب قدرتها على اكتشاف المواهب ثم بعد كده أنها تشتغل على المواهبة دي عشان تنمي مهاراتها حسنا ما نقوله دائما هو إذا أحضرت لاعبا كلما أحضرت لاعبا شابا كان من الإمكانية أن تطور منه من عقلياته ومن فنياته ومستقبله الآتي بالفعل بالطبع الجميع يتفهم أن كل نادي لديه قوانين وكل بلد لديه قوانين ويجب أن لا تحتفظ بلاعب أن لا تحتفظ بلاعب إلا كان في سن محدد وفوق السبعة عشر وكذلك حال في إيطاليا بعد سن السادسة عشر أو السابع عشر تستطيع أن تضم اللعب بشكل رسمي يوب لانسن خليني أسألك على دور أكاديمية نادي لاتسو تحديدا نحن النهاردة بنشوف الحقيقة لكل أو أغلب وأشهر أنديت العالم أكاديميات عبرة للحدود ومش ببالغ لو قلت حتى عبرة للقارات وفي أفريقيا في عدد كبير جدا من الأكاديميات اللي أنديها على مستوى العالم كله هل شايف أنها بتقوم بدور حقيقي في اكتشاف وتفريخ مواهب جديدة ولا الهدف منها بيكون الناحية الترويجية أو الناحية الاقتصادية الهدف منها تحقيق ربحية أكتر من فكرة اكتشاف مواهب حقيقية بالطبع يجب علينا أن تفهم إذا نظرت إلى أي نادي وخصوصا الأندية في إيطاليا كما الحال في حديثنا الآن ستجد أن الأندية تحصد ما يقارب 300 ملايين دولار من هذه الأكاديميات لدينا الآن أكاديمية لاتسيو لاتسيو يستفيد جدا من هذه الأكاديمية وبالطبع الأمر ضروري إذا أخذت لعيبا واكتشفت لعيبا حتى إذا اشتريت لعيبا فأول أمر فأول أمر تحتاج هو أن يكون لعبا إيطاليا وهذا هو الأهم فمن الأفضل أن يكون لعبا من البلد التي تضم وإلا ستأتي بلاعب أجنبي وتعمل على تغيير الثقافاتي وتغيير أوراقي فهذا أمر يحتاج إلى وقت فيجب عليك إعطاء اللاعب مستقبل مؤمن وهذا أمر هام لأي لاعب بجانب الأمور المالية بالفعل إذا رأيت وإذا حاولت أن تكتشف لاعبا الآن لأن هناك الكثير من البلد فإذا يجب عليك أن تفتش وتبحث في جميع أنحاء البلد وخصوصا إذا تكلمنا عن إيطاليا فنفعل ذلك بالفعل هنا لو خدت قياسا على كلامك يعني مثلا دوري الإيطالي نسبة التمثيل في كل الأندية الإيطالية بشكل عام أو في نسخة الكالتشو الأندية اللي بتشارك في الكالتشو الإيطالي نسبة اللاعبين الإيطاليين اللي بيشاركوا مع الأندية الإيطالية نسبة منخفضة جدا مقارنة بنسبة اللاعبين الأجانب اللي بيعابوا في الدوري الإيطالي تفسيرك لده إيه؟ لأن لعبين الأطاريين لديهم أمر واحد مهم جدا أمر خطير يحدث الآن وهو إذا نظرت لحالة لعبين الأطاريين كمدير فني ستجد أن المدير الفني يختار ما يفيده هو وما يطمئنه كقائد للفريق ولا يعتمد كثيرا على اللاعبين الشباب فإذا نظرت في هولندا لدينا نظرية مختلفة لدينا فلسفة مختلفة لا ننظر فقط إلى خبرة اللاعبين ولا ننظر فقط إلى ما يحققوا ولكن ننظر إلى عقلية اللاعب حتى لو كان صغيرا في السم فلهذا السرب لا يوجد الكثير من اللاعبين أو العدد الأكثر من اللاعبين إيطاليين في إيطاليا في الدور الإيطالي لا تجد أنا رأيت منذ مدة لعبية في عمر 14 عاما في إيسي ميلا وقلت له أنك ستكون من اللاعبين الأساسيين يوما ما لكن حينما صعد الفريق الأول لم يلعب ولم يكن يشارك شاشوالا، شاشوالا قمت له وقلت إلى العدد الأساسيين وقلت إلى اللاعب الدولي، اللاعب الكبير لكن في الحقيقة كان من الأكاديمية إيسي ميلا حتى لو كان يأتي من أكاديمية مثلا كأكاديمية إيسي ميلا اسمح لي من 30 سنة مثلا لما كنت تتكلم على الكرة الإيطالية وتسأل عن نجوم الكرة الإيطالية مستعدة أعدلك 100 اسم نجم من العيار التقيل يعني فياري، فيالي، مالديني، باولو روسي، تاتي، أليساندر دربييرو، إنزاجي وغيرهم كثير جدا جدا حي أسماء ممكن ناخد فيها الحلقة كلها لكن في الوقت الحالي أو في آخر 5 سنين يعني أكلمك عن نسبة تمثيل للعابين الإيطاليين في الدوري الإيطالي قليلة جدا ونسبة تصدير للعابين الإيطاليين حتى لو الدوريات الكبيرة قلت جدا ولو سألت النهاردة عن نجوم الإيطاليين تقريبا مش موجودين يمكن هارفنا بعض الأسماء من يورو 20-20 تفسيرك برضو أو وجهة نظرك إيه السبب في ده بالفعل هو ما تملكه الآن إيطاليا هو الأمر الآن أن الأندية الإيطالية لا تنتج بالشكل الجيد كأندية نابولي وإسي ميلان كما كان الحال في السابق وما يحدث الآن أن مدير الفني المنتخب إيطاليا يجب عليها أن يبحث بحثا جيدا عن المواحب في إيطاليا لديك الآن لعبين جيدين من ميلان ويوفينتوس وإنتر ميلان لكن لا يحظون بالفرصة المناسبة للمشاركة خلينا أسألك على طريقة أو على منهج العمل في الأكاديمي وإنت صاحب مشوار طويل وخبرة طويلة بالتأكيد بداية نتكلم عن الجزئية الخاصة بالاكتشاف بتعتمدوا على إيه في اكتشاف المواهب الجديدة هل بتستنوا بتعملوا اختبارات هل ليكم مكشفين بيتفرجوا في المسابقات أو في الملاعب المختلفة إيه الطرق أو الوسائل اللي من خلالها بتقدروا تكتشفوا المواهبة وعلى أي معايير بتقيموا إذا كانت دي مواهبة تستحق الرعاية أو لا أول أمر مهم يجب عليك أن تعرف ما هو مطلب النادي بالتحديد تتأكد من مهارة اللاعب ومن عقلية اللاعب وأهم شيء هو يجب أن تنظر إلى فريقك ماذا يحتاج فريقك تستطيع أن تكتشف أي لعب في العالم لكن ما هو الذي يحتاجه فريقك فإذا أنظرت ستجد الكثير من اللاعبين لكن بلا فائدة لتجنب لأن الأندية تتجنب هذا الأمر تجد لعبين جيدين لكن النادي لا يحتاجهم لا يلعبون الأندية تصرف الكثير من الأموال على هذا الأمر نادي مثل ناتسيو يستطيع أن يدفع ثلاثين أو أربعين خمسين مليون لصفقة وليوبي يستطيع أن يفعل ذلك وإنتر ميلاك يستطيع أن يفعل ذلك كم أكاديمية مثلا لنادي ناتسيو منتشرة على مستوى العالم لا يوجد أكاديميات حول العالم أو خارج أوروبا وهل تعتقد أن الأكاديميات مش بس أكاديميات لاتسيو أكاديميات على مستوى العالم بتقوم بدورها في تقديم مواهب جديدة في تفريخ أو في رعاية وتقديم لعبين على مستوى يعني دوريات الخمسة الكبرى لا أسمع المسؤولة بشكل جيد هل تعتقد أن الأكاديميات تأكد أنكم تعتقد أن أتعرف مستوى العالم هل تعتقد أن؟ ويبدو ان الموضوع وبالتأكيد النتيجة او الواقع اللي بيقول انه الموهبة بقيت عملة ندرة جدا وانه الموهبة النهاردة عشان تتكلم على صفقة بتتكلم على مبلغ تكلم على نجم محترف من العارة التقيل يعني تتكلم على مبلغ لا يقل باي حال من الاحوال عن مئة مليون يورو في حين انا متأكد انه لو لفيت الكرة الارضية هتطلع ملايين المواهب اللي ما لقيتش حد يكتشفها او على اقل ما لقيتش حد يديها الفرصة ولكن في النهاية تبقى الاكاديميات اعتقد في ظني يعني و مصدر من مصادر الدخل بيزنس يعني زي ما بنشوف عندنا كتير في اكاديميات بتحمل اسماء اندي عالمية لكن على مستوى او على ارض الواقع ما قدمتش شيء للرياضة او لكرة القدر طيب خلينا نروح لانفو جراف مع حضراتكم نشوف في خسائر جديدة يتكبدها نادي منشستر ينايتد اللي يمكن مع حدوث صفقة انتقار رونالدو جانا مكاس مالية كبيرة جدا لكن للأسف الشديد الكرف بينزل مرة تانية نشوف الانفو جراف ونرجع مع ضفنا النهار في السادسة كابتن محمد حشيش وعلى صفحاتنا على السوشال ميديا فيسبوك انستجرام تويتر اسأل كابتن محمد حشيش سواء فيما يتعلق بموسم النادي الاهل الجديد او فيما يتعلق بمواجهتين منتخب مصر مع ليبيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة همها وحسب حساباتها وتقول هنعدي ولا مش هنعدي بس الجديد في الموضوع انه المتشاط دي زمانك بتبقى على منتخبات تقيلة يعني تبقى مرة مع تونس تبقى مرة مع الجزائر تبقى مرة على السنغال فيبقى منطقي انك تشيلها معها وتحسب حساباتها وتقول هنعدي ولا مش هنعدي لكن المرة دي مع ليبيا مع كامل التقدير والاحترام طبعا على الشقاء في ليبيا ده شيء يحسب ليهم ان هم وصلوا وحطوا نفسهم في المكانة دي ومش عارف ده يعني تحسن لمستوى ليبيا ولا تراجع لمستوى مصر كان الله في عون المنتخب والجهاز الفني واللعبين وقبل منهم الحقيقة الجمهور عاملين حساب لليبيا قوي ولا مفترض ان احنا نتعامل من موقف التاريخ والبطولات والرصيد ده هيكون سؤالي الاول اللي ضفنا النهاردة في السادسة كابتن محمد حشيش اللي بيشرفنا وينورنا مساء خير كابتن محمد ازاك يا بحمد نور الدنيا هو المفروض ان احنا واحنا راحين نلعب ليبيا الراح جاي نبقى القالين قوي كده وخايفين قوي كده وحاسبين الحسابات ولا طبيعي جدا انه مصر تقدر تكسب المباراتين رايح جاي شوف يعني يعني بطبيعة الحال ووضع مصر وبتاريخ مصر والاهم من ده كله العيبة اللي موجودين ايا كان اللي موجودين في المنتخب الحالي المفروض ان مصر ما تخافش من اي فرقة احنا اي فرقة دي كبيرة شوية لا والله صدقني مش كبيرة بس احنا اللي حطينا نفسنا في الحتة دي يعني احنا اللي وصلنا نفسنا للحتة دي واحنا مشكلتنا كمان دلوقتي ان انت لو تلاحظ احنا بديجي مع الفرق القليلة هي اللي بتعصلك معنا وهي اللي بتحطنا في موقف صعب لايبيري عملتها معنا قبل كده مرة اكتر من مرة في اكتر من تصفيات احنا دخلنا كاس العالم كم مرة هما تلات مرات انا شفته مرتين بس بالظبط كده اوه انا شوفتش تالتة دي هاي فاحنا حطينا نفسنا في المجموعة اللعيبة اللي موجودين الدور المصري القوي اللي موجود المفروض انه 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 منتخب مصر يبقى على مستوى عالي دلوقتي فيه لعيبة كمان عندنا محترفة كتير غير الاول يعني الاول كان يمكن واحد بالكتير اول اللي يكون موجود وبرضه مالوش التأثير برا الكبير دلوقتي عندنا لعيبة محترفة كتير وعلى رسوم طبعا محمد صلاح كفاية وجود محمد صلاح في المنتخب المصري لان الناس بتقول كفاية وجود محمد صلاح في ليفربول فما بالك بقى احنا عندنا في منتخب مصر اللي بيقابل فرق في مجموعة زي ليبيا وانجولا والجابون انا شايف ان احنا مضخمين الموضوع شوية بالنسبة لمباراة ليبيا طيب خليني قبل ما اكمل كلام يقول برضو لجمهور السادسة انه اسئلتنا او سؤالنا على السوشال ميديا اسأل كابتن محمد حشيش على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وهنا احنا منعش اسئلة زي ناس تانيين كل اسئلتكم هنوصلها لكابتن محمد ونحاول ان احنا نجاوب عليها اللي زاد من القلق والتخوف من الجمهور يعني هي فكرة الاسماء يعني استبعاد اسماء بعينها انضمام اسماء ما كانتش متوقعة انها تكون مع منتخب مصر في المرحلة دي فده شوية خلي الناس تحط علامات استفهامه وانت جاي تصلح وجاي توصلنا كاس العالم ولا انت جاي لست تجرب فينا على اي اساس تستبعاد اسماء زي شريف وافشة من نادي الاهلي مصطفى فتحي احمد سمير من السموحة والطلايع يعني الحاجات دي بالنسبة للناس زودت شوية من قلقها على المطشين بص يعني طبعا اي مدير فني في الدنيا بيبقاله قناعات بناس معينة صحيح الموضوع يعني زيادة شوية لان انت بتتكلم على لعيبة كانت من احسن اللعيبة اداءا وسلوكا وفنيات واهداف في خلال الموسم اللي فات كله نظبوط يعني حنتكلم على افشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي يعني فعلا بالتحديد التلاتة دول عاملين موسم غير عادي انما برضو احنا مش هنخش في الجزئية بتاعة الاختيار لان زي بقول قناعات المدير الفني واعتقد قناعاته دي خاصة بالمباراتين دول بس مش بوجودهم من عدمه في المنتخب لان يعني انا اعتقد ان دي حاجة دي مفروغ منها خلاص دي ان شاء الله مكملين هو اختارهم فحطهم في قائمة القائمة المبدئية بتاعة بطولة الاختيارة ولازم ويقل لي بقى في حاجة غلط انما احنا هنعدي المرحلة دي وحننوقف شوية للتساؤلات لغاية ما نعدي المباراتين دي منشوف مستني ايه كابتن محمد بن كارلوس كيروش يعني كنت بقول في بداية الحلقة يفيش مدير فني في الدنيا مهما كان يعني عبقري يعني ومهما كان سوبر يجي في فترة ولا يلا يحط يشقل بحل فرقة من حل حل زي ما بقول بس بالتأكيد انت مستني منه تشوف حاجة في ماتش ليبيا الاولاني على الاقل انا مستني من السيفي بتاعته الكبيرة جدا من خبراته الكبيرة من مباراة مع فرقة يعني احترمنا الكامل لها بس فرقة متواضعة فراجنا عليها احنا من خلال الماتشات اللي فاتت فرقة متواضعة مفهاش النجوم اللي بتعمل الفارق فوجود الراجل ده بالسيفي بتاعته بخبراته الكبيرة في المنتخبات مع قائمة المنتخبات قبل كده المفروض ان انا يعني انا بقول المفروض مصر ان شاء الله باذن الله الستة بنت في المبارتين اللي جايين على بكلم طبعا وبابني رأيي على مستوى فرقة ليبيا خلال المبارات اللي اتفرجنا عليها شايف ان منتخب مصر وصل نفسه للحالة دي او للترتيب ده لان كان فيه ظروف معينة وكان فيه بعض التخازن وما كانش فيه اهتمام للبدايات ادى لكده انما انتخب مصر لو فحلته بمجموعة اللعيب ايا كانت مجموعة اللعيب اللي موجودة كلهم بصراحة على مستوى عالي المفروض ان احنا نكسب ان شاء الله ليبيا هنا وهناك ده الوضع الطبيعي منه اه متنساش ان هو برضو معه جهاز اه فني مصري على دراية كاملة باللعيبة واعتقد ان هم هكلهم دور كبير في المطشين الجيين بالنسبة لللعيبة يعني ومعرفة كروش باللعيبة من خلال طبعا الجهاز الفني المعاوني اسمحلي ااخد من كلام الراجل نفسه اللي قال لما تفرج طبعا هو كان شو تابع اكيد كرة مصرية ولا اللعبين المصريين ولا الاندالة المصرية بس يعني لما تفرج على مطشط المنتخب في الفترة الاخيرة قال انا اول ملاحظاته انه حس انه المنتخب المصري ما عندوش شخصية او ما عندوش هوية هل منتظر انه يقدر يظهر شخصية المنتخب المصري في المطشين الجيين يعني طبعا هي صعبة لديق الوقت انه يقدر ينقل فكرو للعيبة في فترة الصغيرة دي بس على الاقل نحس انت عارف يعني كنا زمان نقول اي تغيير في اي مدرب بيجدد الدماء وبينشط والناس بتبقى كلها عندها حوافز انها تبقى موجودة في المنتخب وتدي اللي عندها هو طبعا المفروض اي لعب بيرتدي اتشارت مصر مش مستني مدرب جديد او تغيير في الجهاز عشان يزود الدوافع عنده ده منتخب مصر ده شرف كبير واي حد لازم يعني يبزل اقصى جهده في اي مباراة يلعبها واي ان كان الوقت اللي بلعبه بس على الاقل نشوف يعني تكتيج جديد طريقة جديدة طريقة لعب جديدة ريتم يتغير في الاداء لان انا شفت المنتخب مصر في المباراتين اللي فاتوا الريتم بطيء قوي و واللعيبة ما عندهاش حلول ما كانش في حلول خلال فترة اللي فاتت الطريقة التشكيل هل تتوقع فيهم تغيير رؤيتك للتشكيل الانسب اللي مواجد في ظل الاختيارات طبعا الاسماء اللي موجودة عنده خلينا نسمع ده من كابتن محمد حشيش في السادسة بس بعد ما نروح لفصل ونرجع لحضراتكم على طول نرجع لكم على كابتن محمد حشيش ضفنا في السادسة مرة تانية وكان كلامنا قبل الفصل على طول على الطريقة والتشكيل الأمثل اللي يواجه بيهم منتخب مصر وليبيا وخد بالك دايما وانت بتحط في حساباتك المواجهة انك انت محتاج على أقل تقدير على أقل تقدير أربع النقاط من أصل ستة ويا سلام لو جبت الستة تبقى ريحتنا وريحت جمهور الكرة المصرية على أقل في المرحلة الأولى من التصفيات مرة تانية برحب بك كابتن محمد يعني كنا نتكلم قبل الفصل انه مش منتظرين بصمة واضحة قوي من كيروش في المطشين دول لكن على أقل تقدير يعني مطالب انه يلعب بطريقة تأمن لنا زي ما اتفقنا كده واحنا نتكلم في الفصل حد قدنا من النقاط احنا محتاجين أربع نقط على أقل من منتخب ليبيا عشان نستعيد صدارة المجموعة بصوا احنا عشان نحسبها نحسبها من يعني ايه نتكلم على المباراة الأولى وهي دي الأهم تمام ما تيجي المباراة التانية نفكر فيها لان ما حتش عارف الأولى ممكن يحصل فيها ايه يعني والأولى ممكن يحصل فيها ايه يا كابتن محمد ان شاء الله يحصل فيها خير ونكسب بس اللي عايزين نحسه من اللعيبة اللعيبة كلها كبار وكلها خبرات حتى لو ما بنعبش بمدرب أساساً اللعيبة اللي بتعمل كل حاجة في الملعب اللعيبة دي اصحاب خبرات بتلعب منتخب مصر عندها حلول اه ساعته هي نفس اللعيبة اللي كان بتلعب وده مع انجولة والجابونة الحوافز بقى مع انت مش لازم من انت تتحط في موقف صعب عشان تستنفر الهمم زي ما بيقولوا ده منتخب مصر مش نادي لسه دوري ونهاردة اه بكرة لا اه دي مباراة حاسمة توصلك انت كلعيب انك يا تخش كاس عالم يا ما تخشش في بعض اللعيبة ممكن ما تلحقش كاس عالم اللي بعده لا ده اغلب الجيل ده من اللعابين يعني اثناء لعبة الاوليمبي اللي بتلعب مع المنتخب الاول دلوقتي اغلابهم ممكن تبع اخر فرصة انت فاهم زي فدي برضو مهمة بالنسبة لمعظم اللعيبة ان انا عايز العب كاس عالم عايز النفسي لحتة تانية بنشوف اللعيبة في تاريخ مصر كلها عملت حاجات كتير بس ما لعبتش مسلا كاس عالم بص بتوقع الجيل بتوقع كاس عالم مميزين ازاي لغاية النهاردة حقيقة فدي مهمة بالنسبة اللعيبة دي لازم اللعيبة تتحرد في لعيبة عايشة على كاس العالم على مشاركتهم في كمان نقطة هتدخلنا في موضوع محمد صلاح محمد صلاح احنا مش جايبين الفتوة بقى اللي احنا هندي له كرة هو اللي يخلص يعني انت فاهم ازاي لازم خليني اقول لحضرتك بمنتهى الصراحة وده رأيي ناس كتير الناس كتير بتشوف انه محمد صلاح ليفربول غير محمد صلاح منتخب مصر هو طبعا هي الفترة الاخيرة ما شاء الله طبعا فايق جدا 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 واتمنى انه حالة الفوان دي نشوفها بتترجم مع منتخب مصر لكن في ناس شايفة انه صلاح مع منتخب من اول كاس العالم وطبعا مشاركته في كاس العالم كان عنده اصابة واي الاخره وقصرت لكن من ساعة كاس العالم غيرت النهاردة مش هو صلاح اللي بنشوفه مع ليفربول لان المعطيات مختلفة ليفربول كام واحد بيخدم على صلاح طريقة اللعبة نفسها الضغط العالي اللي بتعمل المساحات اللي بتتخلق لصلاح على انه يتفوق ويستفيدوا من امكانياته الحقيقية في السرعة والمروغة صلاح دايما بيفرغولي الحتة اللي هي الحتة اللي قدام مزلش الغالي اخر الدنيا يدفع الا في بعض المباريات انت هنا لأ انت يما كان كبر موجود كنا بنكرة اللي طويلة صلاحه وصلاح يعاني يجري سبرينتاته الواحده صلاح خطورته غير فيه الاهداف الحاجات البساطة البيانية الاسستات اللي بلعبها للمهاجمين واخد بالك فده دي خطورة صلاح ازاي انت تهيأ له الجو وتساعده احنا كمان دلوقتي بنطالب وكلنا فرحانين بمستوى محمد صلاح وبنقول دلوقتي انه هو بقى مش في مصافة الثلاثة الاوائل ده يمكن اول واحد احسن لعب في العالم ازاي انت تساعده لان برضو من ضمن الحاجات انت كلاعيبة انا كلاعيبة وكمنتخب وكل الناس تتضافر انها تطلع محمد صلاح انت عارف مشكلة ميسي اللي كانت موجودة ان ميسي مكسر الدنيا ببرشلونة انما مع متخب بلده ما قداش اي حاجة ايو ودي كانت بتقلل شوية من النقط بتاعته لما بيجو حسبوه او يختارو افضل لعب في العالم فاحنا لازم برضو نساعد محمد صلاح في الحتة دي ان احنا نهياله الجو اللي هو يخليه زي ما هم بيقولوا بالصلاح بتاع ليفربول زي صلاح بتاع المنتخب اقفل ملف من المنتخب بسؤال بسيط جدا وواضح جدا منتخب مصر قادر عموما يوصل كاسعالم شايفت التشكيلة دي والظروف المنتخب ان يقدر نوصل كاسعالم ولا لا خلينا كون متفائل ان شاء الله قادر بحتى بالظروف بوضع دلوقتي مجموعة اللعبة ان شاء الله مطمناني مع التغيير مع المدارب الجديد ان شاء الله بإذن الله قادر يعني طيب احنا سألنا النهاردة سؤال الحلقة كان يعلاقة بالنحية اليمين في منتخب مصر هل الجهاز بيمكن دي الناحية اللي ما تحسمتش لغاية دلوقتي اللي نعتمد فيها على خبرة لاعب زي احمد فتحي ولا نعتمد فيها على شباب وحيوية ومستوى مميز زي اكرم توفيق تعال نستعرض اجابات الجمهور ويهمني اسمع رأيي طبعا كابتن محمد حشيش طيب منارة عادل بتقول ممكن يبدأ باحمد فتحي وبعدين اكرم او العكس طيب يعني شايفة ان الموضوع 50-50 اتعاقع انه كارلوس كوريش هيبدأ باحمد فتحي ولكن انا من وجهة نظر يبدأ باكرم توفيق هو الافضل في الفترة الاخيرة وشكرا انه كنت تقروا توقعاتي على قناة النادي الاهلي طيب احمد فتحي هو انسب واحد ده عبدالله القولي اكرم توفيق الاعرب ولكن المدرب ممكن يبدأ بفتحي لانه اكبر لعبين سنن واكتر خبرة لان كارلوس معرفش امكانيات اللاعبين في الدوري واحتمال يخلي اكرم توفيق على الدكة ده من احمد صلاح طبعا زي ما عمل مع شريف وافشة الرجولة اكرم توفيق غريب عادلي اكرم توفيق طيب ده اخر تعليق معنا على الاسئلة عشان نسمع رأيك طبعا شايف انه مطش زي ده يحتاج خبرة اكتر ولا محتاج حد يعني شباب حيوية يدي تساين ديه بنفس المستقل انا يعني انا لو بختار اختار اللي بيلعب اللي بيلعب اكرم توفيق اكرم توفيق احمد فتحي طبعا خبراته عالية جدا وده ممكن تحتاجه لمباراة طبعا زي هناك يعني ايه مطش العودة اه مطش العودة ممكن ما يكونش محتاج للشق الهجومي شوية فممكن هناخد جزء من اسئلة الجمهور اللي حضرتك فيما يتعلق بالمنتخب عشان نقل بقى على صفحة الاهلي وعندنا كلام كتير نقوله نروح لمحمد هلالي بيقول ايه رأيك كابتن في استبعادة افشا المنتخب ومحمد شريف وهل المنتخب في غنى عن خدمتهم من وجهة نظر المدير الفني للمنتخب طبعا استحالة يكون في غنى عن خدمتهم طبعا دول لعيبة مؤسرة ولعيبة مش كمان موجودين في القوام كله ده في القوام اللازم موجودين في القوام الاساسي بتاع المنتخب بس وجهة النظر دي احنا محدش طلع يعني اقلنا عليها فكل واحد بيكتهد بس انا شايف ان هو ممكن يكون مثلا الله العالم يعني حتى لو الاجهاد بس في لعيبة معهم في نفس الفريق بنفس الظروف مثلا لو هنكلم على لعيبة الاهلي ما هو نفس الظروف الاجهاد لو هنتكلم على الاجهاد فهي ملهاش تبرير نتكلم عليه بعد المطش يعني طيب نروح لسؤال تاني سؤال من سامح موافي بيسأل مسأخير كابتن حشيش التشكيل مناسب للمنتخب في مطش ليبيا انا طبعا الحراس المار مفاش خلاف الشناوي اكرم توفيق حجازي والوينش وممكن في ايمن اشرف ايمن اشرف نص الملعب ممكن يكون طرق حامد والسلية صلاح رمضان صبحي مصطفى محمد صلاح رمضان صبحي مصطفى محمد وفي نص الملعب وفي نص الملعب طبعا عبدالله السعي عبدالله السعي طيب ده تشكيل امس المراجعة نظر الوحيد خليني انقل محددك باعا الاهلي بداياتا المطشين اللي ظهر فيهم الاهلي بسكواد المسم الجديد تقييمك ليهم ايه من اللعيبة اللي لفتت نظرك شايف الكورة عموما بصرف نظر النتائج الكورة اللي قدمها النادي الاهلي كمقدمة المسم الجديد ازاي طبعا المطش الأخير المستوى الاداء احسن شوية من طبعا مطش السوبر تكلم على مطش امبي اه طبعا اه ظهر في بعض التدعمات زي ميكا سوني وابرغم انه برضو ما كانش يعني الاداء المطلوب اللي يظهر لعيب جديد داخل الفرقة انما احنا كلعيب الكورة او جمهور طبعا بيفهم في الكورة حاسين من لمساته انه هو يعني عنده مهارات تعالية عنده كورة وكمان عنده حتة دفاعية كويسة انه هو زي ما يقوله بلغة كورة بيقاوح وبيروح يضغط على الخصم وكده في ظل برضو الظروف ما كانتش مساعدة اوي اه فده طبعا من اللعيبة اللي طبعا ظهرت شوفنا ديانج طبعا نجم المباراة طبعا عمل مجهود غير عادي وانا قناعاتي الشخصية ان ديانج يتحطي في نص الملعب ومعه حد تاني ده قناعاتي يعني ديانج ما يطلعش من الملعب يعني التجارب اثباتت اه 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 الحتة دي اه اه في بعض اللعيبة الجديدة مثلا اه حسام حسن انا لسه ما شوفتوش كويس ده من وجهة نظر المدافع محمد حشيش ولا من وجهة نظر احد بيقايم صفقة جديدة لا يعني انت طبعا نظرتك للمهاجمين يعني بتبع مختلفة طبعا طبعا اه حسام انا شوفته طبعا اه في اسموحة اه هدافه وبيتحركوا بيدوس في الكورة اه 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 بصراحة الشوية اللي شوفته فيهم يعني اه اه ما حستش انه هو نازل قارس على نفسه اه وانا من هنا بقول له حاجة وهو لعيب كويس قوي ولو ما كانش لعيب كويس قوي ما كانش النادي الاهلي اختاره على فكرة طبعا اه ان هو مش شرط ان انا نكون بالعب في حتة اساسي اجي النادي الاهلي يلعب اساسي اه لان النادي الاهلي اللعيبة بتاعته اه لعيبة على مستوى عالي وكل واحد في مركزه اه اه له وضعه فعشان ان انا احط رجلي في التشكيلة الاساسية لا لازم اتعب ومش عيب ان انا استنى على الخط في البدايات انما اثبت لما انزل ان انا جدير بالمكان الكلام ده ممكن الكرة تبقى معنداني بس الضغط والزحلقة والحماس ده بتاعي انا مش بتاع الحظ فهو لازم احس منه انه هو يعني حسيت منه في المطش يعني عارف ازاي الكوار بيشير رجله بينزل مفيش جدية في التعامل مع الكوارات اللي جات له هو لعيب كويس وازاي ما قلت تاني لو ما كانش عيب كويس ما كانش النادي الاهلي جابه فلازم يعني الوضع في النادي الاهلي مختلف عن احد ثاني السا نادي مفيش حد ضامن مركزه مليون في المية مليون في المية ولازم اللعيبة كلها تعرف كده ما عندناش استعداد كجمهور جمهور نادي الاهلي انه نخسر بطولات تاني عندنا مشوار كبير موسم مضغوط اكتر من السنة اللي فاتت كل واحد لازم هتجيله فرصة وهيلعب بس الفكرة انه لما تجيلك الفرصة لازم تثبت نفسك ولازم تحرج المدرب ان هو مقعدك ولازم تبقى طالما انت في قوام النادي الاهلي انك لازم اي وقت تنزل للملعب مفيش حسنة قاعد برا لا مش قاعد برا اعتقد بالظروف اللي الموسم هيواجهها او النادي هيواجهها كلها الموسم الجديد كل اللعيبة هتلعب طيب انا عندي مقدمات اختلفت وبالتالي منتظر كجمهور نتائج مختلفة بكلم هنا عن نتائج المطشط ولا البطولات احنا راضيين جدا عن الانجازات اللي اتحققت والبطولات اللي احنا فوزنا بيها في اخر سنة لكن المقدمات اللي اختلفت السنة دي هي انه مستر موسماني خد تجربة تقريبا كاملة مع النادي الاهلي في كل البطولات اللي بيلعبها خد فرصة مناسبة جدا انه يقيم ويعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في قماشة الفريق اللي هو بيمرنه خد فرصة انه يتابع وبالتأكيد يختار كان ليه بالتأكيد سيف الاسماء والصفقات اللي عملها النادي الاهلي ولأول مرة منذ طوال المسئولية كان عنده مساحة من الوقت الفريق وهو وجهازه يشموا نفسهم ويبتدوا يفكروا يحضروا يرتبوا للجاية وبالتالي انا كجمهور مستني نتائج مختلفة ايه النتائج دي؟ وكابتن حشيش مستني ايه من مستر موسماني وفرقته مع النادي الاهلي في الموسم الجديد؟ هيكون سؤالي لحضرتك بس بعد الفصل انا عن نفسي مستني موسم استثنائي ومشاف انه الاسماء الموجودة في فرقة النادي الاهلي تكسر الدنيا اتمنى ان شاء الله يكون عندنا الفرصة ان احنا القصة مش بس قصة القاب لان احنا شبعانين القاب ومتعودين والنادي الاهلي دايما وقف على منصة التتويج انا كمان عايز اشوف كرة ممتعة وعايز استمتع بالقماشة الحلوة وبالنجوم الملعارة التقيلة اللي موجودة في فرقة النادي الاهلي اذا ما كنت بكلم مع كابتن حشيش قبل الفصل انه في مقدمات اتغيرت وبالتالي منتظرين نتائج مختلفة ايه اللي منتظره كابتن محمد حشيش من فرقة الاهلي في الموسم الجديد؟ لا انا منتظر حاجات كتيرة طبعا البطولات دي مفروغ منها ان دايما بننتظر من النادي الاهلي بطولات انما كمان اداء يعني اداء ولعيبة جديدة تظهر مكانش موجودة ولعيبة جاة من العارة على النادي تاني عملت مستويات كويسة بالعكس بقى تيجي تقدي اكتر كمان مسماني طبعا خد حقه تماما في وجوده مع النادي الاهلي وخد بطولات كتيرة المرة اللي فاتت اول ما جيه كنا بنقوله انه معذور ده جاي على دور قبل انهائي في افريقيا ولسه ما شافش اللعيبة فكنا منتظرين منه نتائج واحنا برضو قلقانين ومش منتظرين او اداء لان لسه ما يقدرش يحط شخصيته او يفرد اداءه على لعيبة النادي الاهلي في المدة الصغيرة بمرور الوقت تقريبا السنة اللي عدت ديه تقريبا من شهر عشر شهر عشرة قلاص بقى عارف كل حاجة وعارف امكانات اللعيبة وعارف اللعيبة في اكتر من مركز والسنة دي بالتحديد كان له اليد العليا في الاختيارات اللي جات النادي الاهلي يعني اكيد لجنة الكورة كان موجودة اساسي بالنسبة له هو اختياراته عكس ما جيه لقى لعيبة مفروضة عليه هو اختار فعندك دلوقتي يعني بالمعنى العام كده مفيش عذار احنا متاظرين منك اداء كويس فيه لعيبة اختارها شخصيا زي لعيبة الافارقة هو عارفة وشفها مرانوا اشتغلوا معا قبل كده واشتغلوا معا قبل كده وعارفها كويس قوي فاحنا دلوقتي النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي اه طبعا النتائج في المقام الاول بس الاداء ممكن الاداء يهرب منك ماتش ماتشين نتيجة الاصابات نتيجة النقص نتيجة الاجهاد انما الاساسي عندك ان يبقى اداء النادي الاهلي اللي تعودنا عليه الكرة الحلوة بتاعت النادي الاهلي الناس كانت بتجري على الشاشات وعلى الاستاذات تتفرج على الاداء الحلوة على تاريخ النادي الاهلي كله مر الاجال فاحنا مستنين من مسلماني اداء كويس قوي لعيبة تتوظف اماكنها الصح نشوف اكتر من بديل في المكان الواحد عشان ما حصلش اضرب لان برضو قبل الفاصل انا قلت ان المسلم ده بقى مضغوط كمان اكتر من اللي فات فلازم يبقى عامل حسابه على الحاجات دي عشان ما بقاش فيه اي شمعة او اي حجة ان شاء الله كمان اتحد الكرة وعد وربطة الاندية وعدت ان شاء الله الفار هيبقى بشكل مختلف وكان مشكلة الفار الاخطاء اللي حصلت منه المسلم اللي فات ان هما ما تدربوش على الفار مدة كافية الحكام السنة دي لأ ان شاء الله باذن الله يبقى فيه فار كويس وان شاء الله كل حاجة ما تزبطها قالها يا كابتا محمد القصة مش خصة فار بس بقدم هي كمان تقنيت بس ونقل تلفزيوني يعني لو دي ما طورتش يعني لو ما شوفنش الفار هيبقى زالم هو يبقى الفار هيبقى زي ما هو ففعلا فيه برضا عرفت ان فيه لينك مع طبعا التلفزيون ومع الكاميرات ومع التصوير عشان يساعد بحس ان احنا عايزين ننهض بكل حاجة بصراحة عايزين نقدم صورة عندنا صعبة شوية محتاجة 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 صرجة احمد على الماتشاط برا دولة انجليز تحس ان انت قاعد مع العيب جوا شوفنا نقل بتاع بتاع بطولة امم افريقيا اللي كانت عندنا هنا في مصر شوفنا جودة التصوير وشوفنا الصورة قد ايه منتعة مش هنقول اشخاص احنا عندنا طبعا ناس مهرة جدا فيه وعندهم تقنيات عالية بس يمكن هي الاجهزة يعني عايزة تستحدث شوية نتمنى نتمنى وهكلمك عن دول ربطة الاندية اذا كنا عايزين نطلع بمستوى البطولة ككل يعني براند دوري المصري داي بقى براند زي ما تكلم نهاردة دوري انجليزي او بونز ليجا او كالتشو او نفسي نفسي بقى فيه براند للدوري المصري ياخد المسابقة كلها مش للاندية للمسابقة في حد ذاتها تبقى هدف انها تتطور طيب خلينا نستعرض مع حضراتكم اختياراتكم بقى يمكن اخر ماتشاط الاهلي ودينا فرصة اكتر من كافية عشان نسمع صوت جماهير النادي الاهلي في اختياراتها الافضل تلات لعبين في مباراة ام بي في الكاس على نشوف الجمهور اختار مين في المركز الاول باكتساح ومش جديدة عليهم قدم موسم ولا اروع الحقيقة يمكن كابتن محمد حشيش اشاد بي من لحظات قال يدينج الحقيقة قدم واحدة من افضل ماتشاطه مع النادي الاهلي وباكتساح وبفارق كبير جدا عن كل منافسي فاز بالمركز الاول في المركز التاني كان نجم المرحلة الاخيرة واحد من النجوم اللي اتمنى انه عودته تستمر ويظهر بشكله بامكانياته وقدراته الحقيقية في الموسم اللي جاي مع النادي الاهلي يستحق انه يكون في التشكيلة الاساسية ويستحق انه يرجع لمنتخب مصر دي امكانياته دي قدراته كهرباء في المركز التالت كانت المنافسة الحقيقة بين وجهين جديدين رغم انهما ما يتحسموش على قائمة ما يتحسموش على الحقيقة المنافسة على المركز التالت كانت بين احمد عبدالقادر وميكي سوني وادر احمد عبدالقادر انه يحسمها لصالحه ويفوز بالمركز التالت اول ظهور لأحمد عبدالقادر في اختيارات جمهور النادي الاهلي كده نشوف مع حضراتكم ومع كابتن محمد حشيش جدوى للترتيب وصل لغاية فين في موسم ما زال مستمر معنا حتى اللحظة حتى الموسم مش عارف هيكمل ولا او الكاس هيتلاعب ولا لا وقصة فيها لعبكة كتير جدا عليو زانج في المركز الاول برصيد تسعة وتلاتين نقطة وبيبتعد عن محمد مجدي افشا اللي الوقت فرصته الوحيدة انه يتعادل مع زانج انه الكاس يستمر وانه الاهلي يوصل مباراة نهاية وان شاء الله يتوق بيها عليو زانج في مركز الاول برصيد تسعة وتلاتين نقطة محمد مجدي افشا في المركز الثاني برصيد تلاتة وتلاتين نقطة وراش الناوي برصيد واحد وتلاتين نقطة في المركز التالت ومعاه في نفس المركز محمد شريف المخيف أكرم توفيق مقدم واحد من أفضل مواسمه وجيه يمكن جيه متأخر بس جيه واحتلل المركز الخامس برسيد 23 نقطة الشحات المركز السادس 22 نقطة بدر بنون 16 نقطة علي معلول 16 نقطة كهرباء بيتقدم وبيشارك معلول وبدر بنون في نفس المركز برسيد 16 نقطة بعد مضاف لنفسه نقطتين في مباراة أمبيا الأخيرة بعد كده الترتيب على التوالي طهر محمد طهر أيمن أشرف السلية ياسر إبراهيم حمدي فتحي وليد سليمان وأجيه نكمل جدول الترتيب مع حضراتكم علي لطفي محمد هاني رمي ربيعة كوكا بيكم وولترب وليا وأحمد عبدالقادر طبعا أحمد ما نقدرش نحسبه على ترتيب الموسم الأخير لأنه صفقة جديدة لكن طبعا الجمهور اداله نقطة في مباراة أمبيا الأخيرة وبالتالي دخل مع سكواد الأهلي في الموسم الأخير رأيك في الترتيب العام لجدول أفضل لعبين على مدار موسم مباراة مباراة وخطوة بخطوة دي اختيارات جمهور النادي الأهلي طبعا الترتيب منطقي جدا جدا وأنا بقول أنها تنحصر مع الأربعة الأوائل لأنه هم يمكن قريبين شوية من بعض يعني الرابعة واحد وتلاتين والأول حاجة واربعين 39 أليو ديانج أليو ديانج فدي نسبة قريبة وهو فعلا لما تيجي تبص للمباراة كلها هتلاقي فعلا الناس دي كان مستوها ثابت في أغلب المباراة يعني يمكن الشحات فقد الترتيب وننزل شوية في المراكز لأنه ماتش كويس قوي وماتش مجاش ماتشين كويس يعني إنما الأربعة الأوائل مثلا الشناوي ديانج أفشا أكرم أو شريف وبعدهم طبعا أكرم كانوا غالبية المباراة أولا كم كبير من مباراة اشتراك نسبة مشاركة كبيرة السبات في المستوى يمكن هو ده اللي وصلهم للمراكز الأربعة الأولى صحيح مين اللي بترعنا عليه في تشكيلة الأهل للمسلم الجديد؟ مين اللعب اللي كابتن محمد حشيش مستنيه؟ والله يا عمار أنا شايف من اللعبة الكويسة قوي وعنده ميزة قوية عمري ما شفته في المباراة سواء في الأهل أو برا بلعب تراقي عنده يعني روح قوية جدا روح قتالية كبيرة جدا بيموت نفسه على الكورة عنده فنيات سريعة اللي اخته البدانية كويسة أتمنى يبقى له وجود في المرعب إن شاء الله بإذن الله سريعا جدا يهمني أخد رأيك فيه مستجد جديد على المسابقات المصرية وهي رابطة الأندية في أول مواسمها صحيح عندها إشكاليات كتيرة جدا مشاكل حصلت السنة اللي فاتت وكانت في منطقة الوضوح عليها أنها تعالجها عندها ظروف صعبة بتواجهها سواء على مستوى مشاركات الأندية والمتخبات السنة الموسم اللي جاي ده لكن في النهاية أنت بالتأكيد فيه سقف توقعات أو سقف مطالبات تتمنى أنه الربطة تنجح في تحقيقها شوف الربطة دي طبعا اتأخرت كتير قوي على بال ما تعملت كان المفروض أن احنا بلد زي مصر دي من رائدة كورة في إفريقيا فكان المفروض الرابطة دي تعمل من أكتر من سنة فاتت إنما إحنا بنتمنى لهم طبعا التوفيق خلال الفترة الجاية الناس ما تتوقعش برضو أن الموضوع يكون 100% في البداية بس في حدود دونيا بس طبعا في حدود نتمنى منهم ودي حاجة أهم جدوى المسابقة منتظم عدالة في التحكيم لأن التحكيم برضو هيبقى تبع الربطة العقوبات هي رجلة الحكام تبع الاتحاد الكورة لكن هيتم التنسيق مع ربطة الاندية بس التنسيق مع ربطة الاندية لأنها على اتصال مباشر من خلال طبعا المباريات عدالة في التحكيم الأهم من ده كمان قرارات حاسمة وكلها متساوية بالنسبة لجميع الاندية ونتمنى منهم بقى يعني يخفوه شوية حتة التأجيلات لأن كل المباراة معروف موعدها والأجدادات معروف موعدها دي أسهل حاجة ممكن تتعلم في الدنيا بس ما هي ما بتحصدش يا كابتن محمد بس على فكرة دي من أساس اختصاصاتهم اللي هي جدول منتظم بعيد عن التأجيلات إيه مشكلته وأنا مش فاهم صراحة أتمنى يظهر في الموسم الجديد وباتهيالي هيبقى واحد من النجاحات اللي تحسب لربطة الاندية بشكر كابتن محمد حشيش على وجوده معنا النهاردة وبشكر حضراتكم مع المتابعة بكرة حلقة السادسة اللي تعاوتوا عليها كل يوم أربع حلقة الكرة العالمية بشكر حضراتكم على متابعتنا ونتقبل بكرة إن شاء الله في نفس المعاد تحياتي لحضراتكم